الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرم وبعده فأيها الإخوة والأخوات حياكم الله وبياكم مع الدرس التاسع وهو المبحث التاسع من مقدمات عقيدة أهل السنة والجماعة ودرسنا اليوم حول نماذج من تأويلات السلف الصالح نحن ذكرنا فيما مضى أن منهج أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا هو تنزيه الله تعالى عن كل مشابهة للخلق أن الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبه شيئا النصوص التي ظاهرها يوهم خلاف ذلك فهي مصروفة الظاهر قولا واحدا لكن كيف نتعامل معها؟ فهناك طريقان التفويض والتأويل وكلاهما مذهب سني ثابت لا نستطيع أن نغلط أحدا من أهل المذهبين لأنه ثابت عن جمع من أئمة أهل السنة والجماعة المذهب السائد الغالب على السلف الصالح هو التفويض التسليم ولكن هناك من ثبت عنه التأويل فأهل السنة الأشعر قالوا ما دام هذا ثبت وهذا ثبت إذن هذا جائز وهذا جائز فلك أن تختار هذا ولك أن تختار ذاك ولا أحد يزايد على ابن عباس رضي الله عنهما أو على مجاهد أو على الأئمة الأربعة أو على غيرهم من من ثبت عنه التأويل أي نعم فنبدأ بتأويلات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثبت عنه تأويل لفظ الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد ثم ذكر ذلك بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكشف عن شدة ثم رواه بسنده عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وإبراهيم النخل هذا مشهور عن ابن عباس وعن تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتلقته الأمة بالقبول وابن عباس رضي الله عنهما هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم التأويل قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان عالما بتفسير كتاب الله تعالى بعض الناس يفسر يفرق بين التفسير والتأويل التأويل يكون فيما التفسير يكون إزالة مجمل إزالة إبهام والتأويل كذلك لكن يقولون التفسير فيما ليس له إلا احتمال واحد والتأويل فيما له أكثر من احتمال لكن هنا المقصود أن نصرف لفظة الساق عن ظاهرها إلى معنى آخر قد يكون بالنسبة لنا بعيدا وهو أرجع هذا إلى شعر من أشعار العرب لذلك في نفس هذا السياق هنا سيقول ابن عباس سئل عن قوله تعالى يوم اكشف عن الساق قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب قال ابن عباس هذا يوم كرب وشدة هذا رواه الحافظ الإمام الحاكم مصححه ووافقه الذهب محسنه الحافظ ابن حجر إذن هذه قاعدة سنية سلفية وهي إيش؟ إيش؟ إرجاع المشكل من ألفاظ القرآن الكريم إلى أشعار العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب وتحدى العرب فعلى من يتكلم في فهم نصوص الكتاب والسنة لابد أن يكون عروبياً أن يكون فاهماً للغة العرب من خلال أشعار العرب تأويل ابن عباس رضي الله عنهما لفظ الأيده في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإن المنسعون قال بقوة تفسير الطبري تأويل ابن عباس رضي الله عنهما لقوله سبحانه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم قال تركناكم فأول النسيان بالترك ما قال النسيان يليقوا بجلاله؟ لأن النسيان يكون عن عمد وعن قصد عن عمد وعن غير عمد فالنسيان عن عمد سهو وغفلة وجهل والنسيان عن قصد ترك قل لك احكي مع أفلان قال إنسى يعني أترك تأويل ابن عباس رضي الله عنهما الكرسية بالعلم من معاني الكرسي في قوله سبحانه وسع كرسيه السمات والأرض قال كرسيه علمه واختاره الطبري في تفسيره فقال وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقولنا عباس رضي الله عنهما أنه قال هو علمه وكذلك أوله التابعي الجليل سعيد بن جبير كل هذا في تفسير الطبري كل ما مضى في تفسير الطبري فأول الكرسي بالعلم لأن الآيات سياقة يتكلم عن علم وسع كرسيه من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه أي علمه السماوات والأرض هذا تفسير من عباس رضي الله عنه تأويل بن عباس رضي الله عنهما لفظ المجيء في قوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا قال أمره وقضاؤه جاء أمره وجاء قضاؤه نعم تأويل بن عباس رضي الله عنهما لفظ الأعين في قوله سبحانه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا قال بمرآ منا فسر أو أولى الأعين بالرؤية إلى زمها واضح؟ ما قال نثبت عينين حقيقيتين بل بالرؤية بمرآ منا واختاره الطبري في تفسير قوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا قال يقول جل ثناؤه فإنك بمرآ منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك هذا اختيار الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى سابعا تأويل ابن عباس رضي الله عنه ما قوله سبحانه الله نور السماوات والأرض فقال الله سبحانه هادي أهل السماوات والأرض هذا في تفسير الطبري كذلك أولا نور نور كجسم جسم الملائكة مخلوقة من نور أجسام نورانية فليس الله تعالى جسما نورانيا لأنه سبحانه منزه عن الجسمية مطلقا ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا سبحانه كل جسم محدود كل جسم له مادة كل جسم له كيفية لا بد من خصك بهذه المادة لا بد من وجود مخصص بالمادة لا بد من وجود مخصص بالكيفية والهيئة والشكل واضح؟ فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يؤول الله نور السماوات والأرض أي هادي منور جعل النور هنا إيش؟ نورا مخلوقا أي الله نور السماوات والأرض بماذا؟ بالهداية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعم جعلها صفة فعل تأويل ابن عباس رضي الله عنهما لفظ الوجه في قوله سبحانه ويا بقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال الوجه عبارة عنه كذا في تفسير القرطبي فأول الوجه بالذات واضح كما قال ابن كثير تأويل ابن عباس هذا التاسع تأويل عن ابن عباس رضي الله عنهما تسعة تأويلات تأويل ابن عباس رضي الله عنهما لفظ الوجه في قوله سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا هذا في تفسير ابن أبي حاتم وبن كثير أولى الوجه في الأولى بالذات والثانية القبلة الآن تأويلات مجاهد إذن مذهب التأويل ثابت عن السلف أم لا ثابت مجاهد رحمه الله قال لفظ الوجه في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله فأينما كنت في شرق أو غرب فلا توجهن إلا إليه وكذلك تفسير قتادة موت الميد ابن عباس رضي الله عنهما تأويل مجاهد لفظ الجم يا حصرة على ما فرط في جم لا قال في أمر الله تفسير الطبري قال مجاهد لفظ الوجه في قوله كل شيء نهالك إلى وجهه إلا ما أريد به وجهه بسيطة نبي حاتم تأويل قتادة لفظ الهرولة في قوله تعالى في قول الله تعالى في الحديث القدسي ومن أتاني يمشي أتيت هرولة قال قتادة فالله أسرع بالمغفرة إيش يعني تقرب إلى الله بطاعته تقرب الله إليه بمغفرته ومن أتاني يمشي بالطاعة أتيت هرولة أسرعت أسرعت إليه مغفرته تأويل قتادة وقد أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح تأويل الحسن وقتادة رحمهم الله صعود الكلم الطيب رفع العمل الصالح بقبوله إيش يعني إليه يصعد الكلم الطيب يعني الله يقبله والعمل الصالح يرفعه قال الحسن وقتادة رحمهم الله لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن قال وأحسن العمل قبل الله منه قال البيهق رحمه الله صعود الكلم الطيب والصدق الطيب إلى السماء عبارة عن حسن القبول لهما وعروج الملائكة يكون إلى مقامهم في السماء كذا في الأسماء والصفات إذن ليس معناه أن الله في مكان الكلام يصعد إله وهكذا تأويل سفيان الثور رحمه الله لفظ الوجه في قول سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه قال كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجهه من الأعمال الصالحة إذن أول الوجه بماذا؟ بالأعمال الصالحة التي يراد بها رضا الله تأويل سفيان الثور رحمه الله قوله تعالى تجري بأعيننا قال بأمرنا رواه ابن جريد طبري عنه بسنده بأعيننا إيش يعني؟ بأمرنا وفي بمرأة مننا عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره من جريد تأويل ابن المبارك لفظ الكنف في حديث يدن المؤمن ربي حتى يضع عليه كنفه قال كنفه يعني سطره هذا في خلق أفعال عباد الإمام البخاري تأويل سفيان الثور بأعيننا هذا رواه الطبري تأويل الإمام مالك بن أنس رحمه الله لحديث النزول قال بعدما سئل عن نزول الرب قال ينزل أمره تعالى كل سحر فأما هو عز وجل فإنه دائم لا يزول ولا ينتقل سبحانه لا إله إلا هو أذى ذكره ابن عبدالبر في التمهيد والذهب في سير علام النبلاء وكذلك أشار إليه النووي في شرح مسلم وابن السيد في الإنصاف الإمام الشافي رضي الله عنه أول لفظ الوجه قال فأينما تولوا فثم وجه الله قال يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه وهو القبلة هذا في الأسماء والصفات للبيهر الإمام أحمد يؤول حديث النزول قال حنبل بن إسحاق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه ينزل الله إلى سماء الدنيا قال قلت نزوله بعلمه بماذا فقال لي أسكت عن هذا ما لك ولهذا أمضي الحديث على ما روية بلا كيف ولا حد إنما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب قال الله تعالى فلا تضلوا له الأمثال لا تشبه ربنا بخلقه ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاطك كل شيء علما لا يبلغ قدره واصف إيش يعني ينزل بعلمه إذن إيش يعني يعني يعلم بقدرته بقدرته بعظمته سبحانه ما قال نزول ذاتي هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله الكائي قال حافظ ابن بطال في شرح البخاري قال وقوله فذا قرناه فاتبع قرآنه فيه إضافة الفعل إلى الله تعالى والفاعل له من يأمره بفعله يعني أضيف الفعل إلى الله لكن الفاعل المباشر من هو المخلوق من اللي قرأ جبريل من اللي نفخ جبريل فإن القارئ لكلامه سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل ففيه بيان لكله يعني أخذ منها قاعدة فإذا قرأناه أخذ منها قاعدة ففيه بيان لكل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله تعالى مما لا يليق به فعله من المجيء والنزول ومحمد ذلك إذن فإذا قرأناه الملك فنفخنا فيه ومريا من المتعمران التي أحصنا فرجها فنفخنا فيه من روحنا الملك اللي نفخ ينزل ربنا الملك إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا ينادي حديث رواه النساء في سنة صحيح تمام وهذا ذكره الحافن حجر عن ابن بطال تأويل الإمام أحمد رحمه الله لفظ المجيء في قوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا فقال جاء ثوابه هذا رواه البيهقي عنه بإسناد صحيح في كتاب منائق بالإمام أحمد البيهقي له كتاب مخطوط اسم منائق بالإمام أحمد رحمه الله نقل عنه بالسند الصحيح تأويله بمجيء الثواب قال البيهقي هذا إسناد صحيح لا غبار عليه تأويل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله لحديث وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج قال إنما هو آخر خيل الله بوج وج وادي بالطائف أول هنا الوطأ ما قال نثبت لله وطأ يليق بجلاله وطأ حقيقيا يليق بجلاله وإنما قال آخر خيل الله أول الوطأ بماذا بخيل الله يعني آخر معركة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف أي نعم كما قال الله مشتد وطأتك على مضر وإنما أراد آثار قدرتك تأويل الإمام البخاري نعم الإمام البخاري رحمه الله أول لفظ الوجه في قول سبحانه كل شيء هالك إلا وجه قال في صحيحه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجهه البخاري أول رحمه الله تأويل الإمام البخاري لفظ الأخذ بالناصية ما من دابة إلا هو آخذ من ناصية قال في ملكه وسلطانه صحيح البخاري ما قال نثبت الله أخذا حقيقيا لنواص الخلق يليق بجلاله ما من دابة أي كل الدواب في ملكه وسلطانه عبر عنها بقوله إلا هو آخذ من ناصية تأويل الإمام البخاري لفظ الضحك فقال معنى الضحك الرحمة هذا نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات في حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة ثم قال البيهقي قال البخاري معنى الضحك الرحمة وقال أبو سليمان الخطابي قوله أبي عبد الله يعني البخاري قريب وتأويله على معنى الرضا لفعلي ما أقرب وأشبه ثم ذكر كلاما قال الحافم حجر مؤكدا مؤيدا لما ذهب إليه الخطابي قلت ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا وتعديته بإله تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرا للرضا به تأويل إذن البخاري وردت عنه ثلاثة تأويلات تأويل إمام الحافظ يزيد بن هارون لحديث أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء هذا في سنن التنميذين إيش أول حديث يعني ليس معه شيء ويوافق هذا الحديث في صحي البخاري كان الله لم يكن شيء معه كان الله لم يكن شيء غيره كان الله قبل كل شيء نعم هذا الحديث فيه مقال ناحية الإسناد لكن لو ثبت هذا تأويله تأويل الإمام الترمذي رحمه الله إذا تقرب إليه العبد شعرا تقربت إليه ذباعا قال الحديث الترمذي ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شعرا تقربت من ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة الأعمش من التابعين سليمان الأعمش وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إليه العبد بطاعتي وبما أمرت تسارع إليه مغفرة ورحمة هذا في سنن الترمذي قال الإمام بن قتيب الدينوري إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه فكنا عن ذلك بالمشي والهرولة تأويل مختلف الحديث ما قال نثبت هرولة حقيقية بمعنى المشي السريع كما يثبتها بعض المشبهة في زماننا هذا تأويلات السلف لماذا يؤولون؟ لأنه من الزهون الله تعالى عن قيام الحوادث بذاته أو أن يقوم هو بالحوادث تأويل إمام الترمذي للحديث الشريف يأتي القرآن وأهله قال ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته هذا أول إمام أحمد كذلك ابن جري الطبري أول لفظ الاستواء بقوله على عليهن يعني على السماوات وارتفع فدبرهن بقدرته ثم قال على عليها علو وملك وسلطان لعلو وانتقال وزوال الطبري أول قوله تعالى أول لم يروا أن خلقنا له مما عملت أيدينا قال أي مما خلقنا من الخلق واضح؟ مما عملت أيدينا قال أي مما عملنا مما خلقنا من الخلق كذلك تأويل إمام الطبري قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده قال فمعنى الكلام إذن والله الغالب عباده إيش معنى فوق عباده؟ القاهر فوق عباده؟ أي الغالب أول الفوقية هنا فوقية إيش؟ الغلبة والقهر فالله الغالب عباده المذل لهم العال عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه واضح؟ ما قال بمكان بعض الناس قال ألف كتاب ذكر ألف دليل على العلو نقول العلو لا يحتاج إلى دليل العلو الذي هو علو القدر علو الصفات هذا لا يحتاج إلى دليل كل الخلق مفطورون عليه واضح؟ وقوله تعالى وهو العلي العظيم نحي نقلية وأسبح حصة ربك لاعلى يغني عن ألف دليل لكن العلو بمكان هذا لا سبيل لإثباته بالدليل حتى بعض المشبهة بعد أن ألزمه أهل السنة بلوازم باطلة قد تفضيب إلى الكفر من خلال إثبات المكان هرب إلى القول بالمكان العدمي قال هناك مكان موجود لكنه عدم مكان محسوس عدمي كيف هذا الكلام؟ مكان عدمي أنتم يا أشاعر تعطلون الله وتنفنوا علو الله لما نلزم بأننا نثبت العلو بمعنى الكمال وننزه الله عن العلو بمعنى المكان قال الله تعالى في مكان عدمي مكان عدمي إذن الله موجود في لا مكان إذن لماذا تتهم أهل السنة بنفي العلو؟ هم يثبتون العلو ولكن ينفون المكان كما نثبتون اليد وينفون الجارحة يثبتون الرؤية وينفون الجهة هكذا طيب تأويل الإمام الحافظ ابن حبان صاحب الصحيح رحمه الله حديثة لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك هذا متفق عليه قال ابن حبان رحمه الله هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة مشكلة وين يا إخواني؟ أن المشبهة ظاهرية أجلاد يرفضون المجاز إيش يرفضون المجاز؟ يقول بعضهم الألفاظ في اللغة العربية هي عبارة عن أصوات ينعق بها فلا فرق بين غاق ولا بين يد لا يعرف معنى الألفاظ إلا في السياق كل الألفاظ كل المعاني التي يمكن أن تعتور أي كلمة هي حقيقة في حق هذه الكلمة ولا مدام مشترك لفظي المشترك اللفظي لا يثبت معناه إلا بسياق كما أقول لك عين يمكن أن تكون عين جارحة، عين جارية، عين شمس، ذهب، فضة، جاسوس، رجل وجيه يمكن فلا أقول أي معنى من معانيها وكلها حقيقة إلا بسياق خارج السياق لا يوجد أي معنى لأي كلمة هذا محصل كلامهم فماذا يلزمهم؟ كل المعاجم والقواميس التي تكلمت عن معاني الألفاظ كلها لغو كلام فاضي معنى اليد 1-2-3-4 يعني هدم للغة العرب وعلم آدم الأسماء كلها علموا هذا الشيء اسمه كذا وهذا الشيء اسمه كذا وهذا الشيء اسمه كذا طب هذا وضع الفاظ وضعت بإزاء معاني ما خرج عنها لمعنى معين هذا يسمى مجازا تجوز به عن معناه الحقيقي لمعنى آخر لمناسبة بينهما فهذا قال هنا تمثيل المجاور يعني هو من المجاز طرب من المجاز قال وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب جل وعلا موضعا من الكفار والأمكنة في النار فتمتلئ فتقول قط قط تريد يعني حسبي حسبي يكفيني لأن العرب تطلق في رغته اسم القدم على الموضع أن لهم قدم صدق عند ربهم يريد موضع صدق لا أن الله جل وعلا يضع قدمه في النار جل ربنا عن مثل هذا وأشباهه أولا يستلزم التجسيم يستلزم التجزئة إذا أثبتوا قدما حقيقية يستلزم أن يحيط مخلوق الله بالله أن تحيط جهنم بالله سبحانه وتعالى آي نعم تقول العرب رجل من جراد أو قدم من جراد يعني مجموعة فمعنى هذا الكلام أن جهنم لها قدر مخصص من الخلق خلص هذولا يعني ولله المثلال كيف عندك في الجام مثلا في مقاعد مادام هناك قدر يعني هناك سعة فبتقول هل من مزيد هل من مزيد فإذا وضع فيها القدر الذي خصص لها تقول قط قط حسب واضح الجنة يبقى فيها قدر فيخلق الله تعالى لهم خلقا يخلق لا صلوا ولا صاموا ولا وحدوا يخلقهم هكذا يعمرون الجنة ليشأنوا خلص قال الله تعالى لأملأن جهنم من الجنة هل قال وقدمي خلق إذن الذين سيملؤون جهنم من هم الجنة والناس فهؤلاء القوم الذين تبقى جهنم تطلب هل من مزيد خلاص يضعهم الله تعالى وهم قوم يقدمهم الله تمتلي بهم نار جهنم في إشكال في هذا وين هذا عن وضع القدم الحقيقية التي تحيط بها جهنم تأويل الإمام الخطاب لحديث الصورة فقال فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلم أن ربنا ليس بذي صورة ولهيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته من في هذا في أعلام الحديث شرح صحيح البخاري معالم السنن شرح سنن أبي داود وكلاهما للحافظ الإمام الخطاب رحمه الله الإمام الخطاب رحمه الله أول قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلئ وينزو بعض لبعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا قال ذكر القدم ها هنا يحتمل أن يكون مراد به من قدمهم الله تعالى من النار من أهلها فيقع بهم استفاء عدد أهل النار وكل شيء قدمته فهو قدم ومن هذا قوله تعالى أن لهم قدم صدقا عند ربهم أي ما قدموه من الأعمال الصالحة وقد روي معنى هذا عن الحسن انظر إلى هذا الكلام قال وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال في كلامها بأسماء الأعضاء وهي لا تريد أعيانهم كقولهم في الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يندم عليه قد سقط في يده أو سوء فلما سقط في أيديهم سقط في يدهم أي ندم وقولهم رغم أنف فلان بمعنى ذلة وعلى كعبه إذا جل ونحوها من ألفاظهم الدائرة في كلامهم أي نعم تأويل الحفاظ الخطابي وابن عبدالبر وابن حجر لحديث إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته هذا حديث رواه البخاري كيف فهمه الحفاظ؟ الخطابي قال معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه وصار بالتقدير كذا فما قال من عبدالبر هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة فما قال حافظ الحجر وفيه الرد على من زعم أنه تعالى على العرش بذاته ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم هذا الحديث يقول لك إن ربه بينه وبين القبلة هل تعتقد أن الرب حقيقة بذاته بينك وبين القبلة؟ إن أولت هذا فالتأويل استوى على العرش وفي السماء جائز أولت هذا وتركت ذاك هذا تحكم لماذا أولتها؟ الله يستحيل عليه المكان إذن السماء والأرض مكان العلو السفلي يشتركان في المكانية وكلاهما الله منزه عنه سبحانه وتعالى نعم تأويل الإمام ابن قتيبة رحمه الله لعجب الرب وضحكه قال ابن قتيبة رحمه الله ونحن نقول إن العجب والضحك ليس على ما ظنه إنما هو على حل عنده كذا بمحل ما يعجب منه وبمحل ما يضحك منه يعني عمل مرضي بالنسبة لك أيها الإنسان لو عمل أحد معك هذا العمل يعجبك تنفعل انفعال إعجاب أو انفعال ضحك فهذا العمل حل عند الله تعالى هذا المحل لا أنه حدث في ذاته انفعال تعجب أو ضحك تعالى الله عن ذلك قال لأن الضحك إنما يضحك لأمر معجب له ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذي ضافه لقد عجب الله تعالى من صنيعكم البارحة أي حل عنده محل ما يعجب الناس منه لا أن الله بذاته تعجب لأن التعجب يكون نتيجة أو الانفعال نتيجة علمك بشيء يخفي عليك سببه إن فعلت انفعال تعجب والله يعلم كل شيء قبل أن يكون هناك شيء فلا يؤثر في شيء ولا يخفى عليه شيء حديث لا تسب الريحة فإنها من نفس الرحمن ما قال مثبت للرحمن نفسا حقيقيا كما أنا أقول فنفخنا فيهم الروحنا نؤول الروحنا مخلوقة أي نعم لأن الإضافة إلى الله تعالى إما أن تكون إضافة ذات قائمة بذاتها فإما أن تكون إضافة ملك أو إضافة تشريف كما يقال ناقة الله عبد الله بيت الله إضافة تشريف هذا خلق الله إضافة خلق وملك والروح كذلك الروح قائمة بذاتها فهي من خلق الله وإلا يلزم هؤلاء أن يقولوا روح الله يعني روح حقيقية كما ذهبت النصارى إلى ذلك وأما إن كان معنا فهو صفة صفة قائمة بذات الله معنا فالمعاني إذا أضيفت إلى الله تحمل على أنها صفات والذوات إذا أضيفت إلى الله تحمل على التشريف أو إضافة الملك اليد والعين والوجه والاستواء والنزول وإلى آخره هذه ليست من الأولى ولا هي من الثانية فماذا قال أهل السنة إما أن نجعلها إضافة ملك وتشريف وهذا يعني بعيد فجعلوها من قبيل الصفات المعاني أي صفات هي معاني قائمة بذات الله تعالى الله أعلم بحقه لكنها قطعا ليست من جنس الأبعاب والأجزاء والأعضاء شوف شو قال الإمام بن قتيب رحمه الله في تأويل مختلف الحديث قال وإنما أراد أن الريح من فرج الرحمن وروحه يعني من نفس الرحمن يعني من تنفيس الرحمن وترويحه وتفريجه على خلقه لما الخلق يكادون يقنطون من رحمة الله فيرسلوا الرياح للتفريج عنهم فيعقبها المطر قال وهذا من الكناية لأن معنى هذا أنه قال كنت في كرب وشدة وغم أو كنت في شدة وكرب وغم من أهل مكة ففرج الله عني بالأنصار يعني أنه يجد الفرج من قبل أنصارهم اليمن لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن وفي رواية قال إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن أيش يعني تنفيس الرب لأن الأنصار أصلهم أهل اليمن رواه الإمام أحمد تأولات الحافظ بن عبد البار رحمه الله لآيات ظاهرها نسبة قيام الحوادث بذات الرب تعالى عن ذلك علوة كبيرة حديث إن الله لا يمل حتى تملو قال رحمه الله لفظ مخرج على مثال لفظ هذا اللي يسموه المشاكلة اللفظية يطلق اللفظ ويقابله جزاء فتسمى أو يسمى الجزاء باسم سببه فإذا كان الجزاء إذا كان الفعل سيئة فيقابل السيئة عقوبة فتسمى العقوبة باسم سببها فاسمية المسبب باسم السبب باب المشاكلة لن يمل الله يعني لن يقطع عنه لن يقطع عنكم ثوابه فيعاملكم معاملة المال حتى تملوا بترك العمل لن يمل وجزاء سيئة هل المجازال السيئة سيئة؟ عقوبة عليها فسمى العقوبة على السيئة سيئة ومكروا أي عاقبهم على مكرهم فسمى عقوبته إياهم على مكرهم باسم سبب هذه العقوبة لماذا عاقبهم الله؟ لأنهم مكروا فسمى العقوبة باسم سببها وهو المكر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أي وهو معاقبهم جزاء مخادعتهم فسمى عقابه إياهم لمخادعتهم المؤمنين خداعا فيسخرون منهم سخر الله منهم أي فعاقبهم على سخريتهم فسمى عقابهم على السخرية باسم سبب هذه العقوبة وهي السخرية وهكذا فذكر كلاما ثم قال والجزاء لا يكونوا سيئة والقصاص لا يكونوا اعتداءا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الفعل الأول منهم اعتداء لكن المجازاء ورد الاعتداء أهل يسمى اعتداءا لا ولكن هذا الباب المشاكلة اللفظية كقول تعالى إنما نحن استهزيون الله يستهزي به منهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وليس من الله هزؤ ولا مكر ولا كيد إنما هو جزاء لمكرهم يعني بعض الناس يقول أنت تنفي لله تنفي عن الله ما أثبته لنفسه يقول الله لم يثبت هذا المعنى الذي تعنيه أنت لم يثبت هذا المعنى قال إنما هو جزاء لمكرهم واستهزائهم وجزاء كيدهم فذاكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما وضع بحذائه كقوله إن الله لا يمل حتى تمله أي إن من مل من عمله يعمله من مل من عمل يعمله قطع عنه جزاءه نعم فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال إذ كان بحذائه وجوابا له هذا في كتاب التمهيد فنخلص من هذا الذي سبق أن السلف الصالح كما ثبت عنهم التفويض كذلك ثبت عنهم التأويل فكلاهما مذهب ثابت عن السلف الصالح من ذهب إليه لا ينتقد ولا يعترض عليه وإلا لزمنا أن نبدع السلف وهم أهل الاتباع الحق وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وكل هدي للنبي قد رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع السلف الصالح في منهاجهم بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا وسلوكا والحمد لله رب العالمين